بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة طالبات الصف السادس اللي ابتدائي وحلقة جديدة من مدرسة على الهوى ومدت الالو النهاردة ان شاء الله هنبتدي في الوحدة التانية اللي بتكلمني عن الحرارة طيب هنبتدي بقى في الدرس الاول اللي هو التوصيل الحراري بيتكلم عن الحرارة وتوصيل الحرارة والمواد من حولنا مين بيوصل الحرارة ومين ما بيوصلش فنبتدي في الدرس ايه على طول ان شاء الله طيب الحرارة سنة 6 أهميتها إيه في حياتنا نقدر نستغنى عن الحرارة؟ قال لا ما نقدرش نستغنى عن الحرارة طيب بنستخدم الحرارة في إيه في حياتنا اليومية؟ قال إن الحرارة ممكن نستخدمها في المنازل وتستخدم في المصانع لقيام بعض الصناعات أو بعض الصناعات المهمة تقوم على الحرارة طيب في المنازل عندنا بنستخدم الحرارة في إيه؟ بنستخدم الحرارة في طهي الطعام ما نقدرش ناكل الطعام من غير ما يطهر طيب بنستخدمها كمان في تدفئة المنازل بنستخدمها في تسخين المياه يبقى ديه أمور مهمة بنستخدم فيها الحرارة في منازل يبقى تاني أهمية الحرارة في المنازل بتستخدم لعدد أغراض منها تسخين المياه تضطهي الطعام والتدفئة وتكفيف الملابس طيب بنستخدم الحرارة كمان في ديه شكل المعانة هون للطعام هو بيطه على النار وفي النار دي مصدر من مصادر الحرارة طيب ايه كمان ديه التدفئة المدفئة هنا بنستخدمها في التدفئة ايه كمان طيب فيه شكل المدفئة اللي فات كانت متفئة كهربية اما ديه المدفئة اللي بتعمل به الفحم والخشب طيب بنستخدمها في الصناعة في ايه بقى بعض الصناعات بتقوم على الحرارة زي صناعة الزجاج، بعض الصناعات الغذائية، صناعة الألبان وصناعة الجلود تمام؟ يبقى أنا عندي صناعة الأغذية، صناعة الزجاج، الصناعات الغذائية وصناعة الورق وصناعة المواد الكيميائية دي صناعات مهمة جدا لازم بيستخدم فيها الحرارة طيب نيجي بقى نشوف الحرارة اللي احنا بتكلم عنها اللي احنا ما بنستغناش عنها لا في بيوتنا ولا في مصالعنا ومهمة جدا في حياتنا يعني ايه حرارة؟ لو حد سألني كده يعني ايه حرارة؟ الحرارة نفتكر ان احنا ما كنا بناخد صور الطاقة كنا بنقول صور الطاقة عندي ايه؟ طاقة كهربية وطاقة ضوئية وطاقة حرارية وطاقة كيميائية وطاقة صوتية يبقى نركز بقى يبقى الحرارة هنا هي ايه؟ صورة من صور الطاقة صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة يبقى تاني الحرارة ما هي الحرارة؟ هنقول الحرارة هي صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة تمام يبقى الحرارة بتنتقل شرط انتقال الحرارة إيه وجود اختلاف في درجتي الحرارة طب عايزين مثال إحنا ممكن نعمله في البيت وإحنا قاعدين لو إنت معاك كباية شاي سخنة ومسكتها بإيدك معاك كباية شاي وحمسكها بإيدك هحسن فيه سخونة مشيت في إيدي تمام طيب لو معايا قطعة تلج ولمست قطعة التلج حلاحظ إيه إن فيه برودة طيب ليه أنا حسيت بسخونة مع كباية الشاي سخنة وحسيت بالبرودة من قطعة التلج هيقول لي يا سنسة لإن الحرارة انتقلت من الجسم الأعلى في درجة الحرارة هنا هو كباية الشاي طيب إزاي لو أنا معايا دلوقتي كباية شاي درجة حرارتها كوب الشاي هنا درجة حرارته هتبقى مثلا 80 درجة مقاوية خلاص ومعايا مكعب من التلج أو قطعة من التلج درجة حرارة التلج كام صفر درجة مقاوية طيب وانا هنا فيه اليد يد الإنسان طيب يد الإنسان درجة حرارته كام للإنسان الطبيعي السليم 37 درجة مقاوية خلاص يبقى من هنا أعلى في درجة الحرارة ها؟ كوب الشاي الساخ أعلى من درجة حرارة إيدي معنى كده أن الحرارة انتقلت هنا كده انتقال للحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد يبقى الحرارة دايما بتنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد من الجسم الاعلى في درجة الحرارة اللي هو كوباية السخنة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة اللي هو اليد بنفس اليد حنلمس التلك طب التلك هنا درجة حرارته كام؟ صفر يعني هنا مين الجسم الاعلى في درجة الحرارة؟ ايه دي يبقى الحرارة حتنتقل من اليد الى قطعة التلك يبقى الحرارة هنا حتنتقل من اليد الى قطعة التلك خلاص يبقى هنا الحرارة تعرفها تاني وده بيجي مصطلح علمي يقول لي اكتب المصطلح العلمي صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة يبقى هنا مين البن القسين حكتب الحرارة تمام او الطاقة الحرارية طيب ده عندي كده الحرارة شرط الانتقال الحرارة وجود اختلاف بين درجتين حرارة الجسمين لو الجسمين درجة حرارتهم متساوية لا يتم انتقال للحرارة خلاص يبقى شرط انتقال الحرارة هو نقط يبقى شرط انتقال الحرارة هو وجود اختلاف في درجتين حرارة الجسمين اللي بينتقل بينهم الحرارة طيب حاجة كمان لو حد سألنا ليه احنا بنحس بالبرودة لما بنلمس قطعة التلج حد يقولك أصل التلج نقل البرودة اليدية لا البرودة ما بتتنقلش إيه اللي بتنقل الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة اللي هو إيدك انتقلت لقطعة التلج طيب لما الحرارة تخرج من إيدك أو تنتقل من إيدك للتلج بالتالي درجة حرارة اليدة حتقل فده اللي بيخلينا نشعر به البرودة خلاص يبقى ده تعريف الحرارة يبقى تعريف الحرارة تاني واخر حاجة اللي هو ايه هي صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة طيب انا بنقول درجة الحرارة يعني ايه درجة الحرارة اللي هي عبارة عن مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برودة الجسم هو مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برودة الجسم يعني ايه مؤشر يعني انا عندي درجة حرارة الجسم لو درجة الحرارة دي مرتفعة بيبقى الجسم ساخن لو درجة الحرارة منخفضة بيبقى الجسم بارد يبقى بدرجة الحرارة بعد تقدرها بيتم معرفة مدى سخونة أو برودة الأجساء يبقى درجة الحرارة بتختلف عن الحرارة الحرارة دي صورة من صور الطاق لكن درجة الحرارة دي مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الأجساء بقياس درجة الحرارة هي بتقاس اه طبعا بتقاس بادوات بتسمى الترمومترات وده موضوع درسنا التانية ان شاء الله يبقى درجة الحرارة هي مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برود الجسم وبيقاس درجة الحرارة باداة بتسمى الترمومتر تمام طيب ادي ايه درجة الحرارة طيب درجة الحرارة هنا لا تعتمد على نوع المدى ولكنها تتوقف على كمية الطاقة الحرارية التي تكتسبها او تفقدها المدى تاني يبقى درجة الحرارة لا تعتمد على نوع المدى ولكن تتوقف على كمية الطاقة الحرارية التي تكتسبها او تفقدها المدى يبقى درجة الحرارة هنا اللي بيعبر عنها كمية الحرارة اللي اكتسبتها يعني لما تكتسب حرارة يعني تسخن يبقى ده درجة حرارتها هنا بترتفع لانها اكتسبت كمية كبيرة من الحرارة طب لو فقدت زي ايدي كده ما فقدت حرارة واحنا ساعة ما لمسنا التلج يبقى كده فقدت حرارة فنشعر درجة حرارتها قلت فنشعر بالبرودة تمام يبقى درجة الحرارة بتعتمد على كمية الطاقة الحرارية التي يكتسبها او يفقدها الجسم طيب يبقى عرفنا كده الفرق ما بين الحرارة ودرجة الحرارة علشان يوجد عندي حرارة ويبقى فيه درجة حرارة لابد من وجود فرق بين درجتين حرارة الجسمين التي بتنتقل بينهم الحرارة طيب بتقاس درجة الحرارة بأداة اسمها الترمومترات طيب بعد كده بقى المواد اللي حوالينا المواد من حولنا جميع المواد بتوصل للحرارة او جميع المواد لا توصل للحرارة يعني المواد اللي حولنا دي كلها كلها بتوصل للحرارة هتنقل الحرارة من خلالها ولا في مواد ما بتنقلش الحرارة من خلالها قال لي لمعرفة المواد من حولنا ومدى توصلها في الحرارة هنعمل ايه هنعمل نشاط اللي معنا دلوقتي ايه النشاط اللي معنا هنجيب هنا اناء طبق من عندنا اناء كمية من الماء وصلصال وعندي ادوات مختلفة زي ما احنا شايفين ملعقة ومعدنية وقلم رصاص وقطعة من البلاستيك ومسترة من البلاستيك هنعمل ايه بقى هننكون جهاز زي اللي احنا شايفينه عندنا ده هنجيب الاناء الطبق اللي معنا الزجاجي وحنضع فيه بقطعة السلصال هنسبت الالم والمعلقة والمسترة طيب ومعايا كمان قطعة من الشمع هنسبت بقطعة الشمع دي زرارة على كل من الالم والمعلقة والمسترة وحنضع في الاناء زي ما انتو شايفين كده ماء ساخن وحننتظر فترة من الوقت ايه اللي حيحصل هلاقي عندي هنا ان الماء الساخن ابتدت الحرارة اللي بداخل الماء تنتقل خلال المواد المختلفة اللي احنا وضعناها في الطبق انتقلت فيه المعلقة والقلم والقيم والمسترة بالتالي لما المحرارة هتنتقل هتوصل ليه الشمع هتجعل الشمع ينصهر ويسقط من الزرار اللي موجود عليه هنلاحظ هنا ايه ان الزرار اللي موجود على المعلقة فقط هو اللي سقط او هو اللي وقع لكن الزرار اللي موجود على المسترة البلاستيك والقلم الرصاص المصنوع للخشب زي ما هو ما جرلوش اي حاجة طب هنا يعلمني ايه بقى او يقول لي ايه يقول لي ان الحرارة بتنتقل خلال بعض المواد ولا تنتقل خلال المواد الاخرى يبقى الحرارة بتنتقل فيه مواد ولا تنتقل فيه مواد اخرى طيب المواد اللي هنا اللي انتقلت فيها نوعها ايه دي ملعقة معدنية معنى كده ان الحرارة انتقلت فيه المعادل طيب المسترة البلاستيك والقلم الرصاص اللي مصنوع من الخشب انتقلت الحرارة من خلالهم لا يبقى هنا افهم من النشاط ده او الاحظ ان بعض المواد تنتقل الحرارة من خلالها والبعض الآخر لا تنتقل الحرارة من خلاله يعني مش كل المواد بتوصل للحرارة هناك مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها مثل الملعقة وبتسمى مواد جيدة التوصيل للحرارة ومواد أخرى لا تسمح بسريان الحرارة من خلالها وبتسمى مواد رديئة التوصيل للحرارة يبقى عندي هنا المواد انقسمت من حيث التوصيل الحراري ليه؟ المواد انقسمت من حيث التوصيل الحراري والسبقة معي يبقى المواد من حيث التوصيل الحراري انقسمت إلى نوعين مواد جيدة التوصيل للحرارة ومواد رديقة التوصيل للحرارة طيب مواد جيدة التوصيل للحرارة زي مين المعادن يعني المعادن يعني الحديد النحاس الألومني تمام؟ يبقى مواد جيدة التوصيل للحرارة طب معناها ايه؟ ايه تعريف المواد جيدة التوصيل للحرارة؟ هي مواد تسمح بصريان الحرارة من خلالها مثل الحديد النحاس الألومني طيب النوع التاني او القسم التاني من المواد من حولنا هي مواد رديقة التوصيل للحرارة يعني ايه؟ يعني مواد لا تسمح بصريان الحرارة من خلالها مثل مين مثل الخشق اللي كان مصنوع منه الألم الرصاص البلاستيك اللي مصنوعة منه المسطرة عندي كمان الورق عندي كمان الزجاج عندي كمان الهواء كل دي مواد رضيئة التوصيل للحرارة نيجي بقى للمواد جيدة التوصيل للحرارة مواد جيدة التوصيل للحرارة اللي هي الألمنيوم والنحاس والحديد التلات مواد بيوصلوا الحرارة بنفس السرعة سنة 6 يعني أنا لو وضعت قطعة من الحديد وقطعة من الألمونيوم وقطعة من النحاس على الحرارة أو على نار أو لهب هيوصلوا الحرارة بنفس السرعة لا هناك اختلاف في درجة توصيل الحرارة بين المعدن يعني كل معدن بيوصل الحرارة بدرجة غير التاني طيب هنعمل هنعمل هنا نشاط برضو بسيط نشوف بيه المواد اللي درجة توصيلها للحرارة هنعمل هنا هنجيب لهب اللهب ده هنضع عليه ثلاث سقان من النحاس والحديد والألمونيوم طيب بالشكل اللي معايا ده كده هنجيب هنا لهب موضوع عليه ثلاث سقان من واحد من النحاس والتاني من الألمونيوم والتالك من الحديد طيب طرف السقان دي موضوع على اللهب طيب والطرف الآخر في كل طرف مسبت مصمار بقطعة من الشمع مسبت مصمار صغير بقطعة من الشمع يعني طرف الساق على اللهب والطرف التاني هنه مسبت فيه قطعة من الشمع القطعة من الشمع دي فيها مصمار أو فيها دبوس من دبابيس المكتب طيب حمسك هنا ساعة إقاف زي اللي احنا شايفناها في الصورة هنه وحنعمل ايه وحنشوف الزمن اللي حيسقط فيه كل مصمار طيب أنا احنا بنعمل كده ليه؟ علشان الساق اللي المصمار اللي مسبت عليه حيسقط في الأول يبقى ده بيوصل الحرارة أسرع طيب بعد ما أجرنا التجربة دي أو بعد ما أجرنا النشاط ده وجدنا ايه؟ ان المصمار المسبت على ساق النحاس سقط أولا يبقى المصمار المسبت على ساق النحاس هو اللي وقع الأول طيب وبعدين المصمار المسبت على ساق الألمونيوم ده وقع رقم اثنين طيب وآخر حاجة كانت الحديد فده بيدلني على إيه بيدلني على إن الحديد بيوصل الحرارة أسرع سوري النحاس بيوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم والحديد والألمونيوم بيوصل أسرع من الحديد يبقى عندي مواد جيدة التوصيل للحرارة زي النحاس والألمونيوم والحديد طيب الثلاثة درجة توصيلهم للحرارة واحدة لا فيه اختلاف في درجة توصيل المعادن للحرارة إزاي قالي النحاس أسرع المعادن توصيلا للحرارة رقم اثنين الألمونيوم طيب والحديد لأ الحديد أبطأ في توصيل الحرارة منهم هما الاثنين يبقى هنا أسرع المعادن توصيلا للحرارة هو النحاس أسرع من مين ومين من الألمونيوم والحديد طب الألمونيوم أسرع من مين من الحديد خلاص يبقى لو جينا هنا رتبنا كده المعادل التلاتة اللي هو مدهملي من حيث توصيل الحرارة يبقى النحاس رقم واحد الألمونيوم رقم اثنين الحديد رقم ثلاثة خلاص يبقى كده تشوفنا تعريف الحرارة ودرجة الحرارة وعندي المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد رديئة التوصيل للحرارة طيب نيجي بقى نشوف عندي مواد رضيئة التوصيل للحرارة ومواد جيدة التوصيل للحرارة استفدنا من كده بايه ايه اللي احنا استفدناه لما عرفنا ان المواد اللي حوالينا جيدة التوصيل للحرارة ومواد رضيئة التوصيل للحرارة قالوا نشوف الحاجات اللي حوالينا مصنوعة من ايه وازاي بنستفيد بيها هنلاقي في البلاد البردة جدا يا سنة ستة استفادوا من خاصية ان الهواء رضيئة التوصيل للحرارة وابتدوا يصنعوا النوافذ من لوحين زجاج بينهم هواء ليه؟ لأن الحرارة زي ما اتفقنا بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة طيب إحنا دلوقتي في البلد البرد أو في المكان البارد دفينا البيت وخليناه مليء بالهواء الدافئ الدفع البيت كويس قوي فعايزين نحافظ على الحرارة لجوه البيت يعملوا ايه؟ ابتدوا يصنعوا نوافذ المنازل في المناطق الباردة من لوحين زجاج بينهم هواء طب ليه لوحين زجاج؟ لأن زجاج دي مادة عزلة للحرارة فهتحافظ على حرارة البيت جواها هتمنع تسربها للخارج خلاص يبقى مش هتخلي الحرارة تنتقل من داخل المنزل إلى خارجه تمنع انتقال الحرارة وتسربها من داخل المنزل إلى خارجه طب ده الزجاج؟ لأ ده عايزين بقى يحافظوا على الحرارة قوي فعملوا لوح زجاج تاني يعني لوحين من الزجاج بينهم ايه؟ بينهم هواء بينهم هواء يبقى دي رقم واحد من التطبيقات الحياتية على المواد رديقة التوصيل للحرارة رقم واحد ان الهواء مادة رديقة التوصيل للحرارة استفدنا من كده بايه؟ في البلاد الباردة تم صنع النوافذ من الزجاج العزل للحرارة شكله ايه؟ الزجاج العزل للحرارة؟ لوحين من الزجاج بينهما هواء طيب علل في المناطق الباردة تصدع النوافذ من الزجاج العزل للحرارة الاجابة لمنع تصرب الحرارة من داخل المنزل الى خارجه خلاص احنا دفينا البيت عايزين بقى نحافظ على الدفة ده مش عايزينه يخرج ينتقل للإيه؟ للبارد اللي برده تمام؟ يبقى لمنع تصرب الهواء الدافئ او لمنع تصرب الحرارة من داخل المنزل الى خارجه طيب عملنا ايه كمان؟ قرورة حفظ المياه او السوائل الساخنة اللي احنا بنسميها بيننا وبين بعد الترمس اللي هو الزجاجة اللي بنضع فيها المياه السخنة واحنا رايحين رحلة او خارجين المعصيف او حاجة بتاخد معك ترمس ومياه سخنة طيب ايه فكرة الترمس نفس الكلام؟ انه هو بيبقى مصنوع من زجاجتين من البلاستيك او من الزجاج بينهما هواء لما بيضع فيها السوائل الساخنة بتظل محتفظة بدرجة حرارتها طيب بيبقى الفكرة كلها هنا في الهواء انه مادة رديئة التوصيل للحرارة فبتعزل الحرارة وتمنع انتقالها من داخل المنزل في حالة النوافذ الى الخارج او من حالة الزجاجة الى خارجها في حالة ايه الترمس تمام؟ طيب دي كده دي المواد الرديئة التوصيل للحرارة طيب المواد جيدة التوصيل للحرارة ايه اللي استفدنا بقى لما اعرفنا ان انا عندي مواد جيدة التوصيل للحرارة قالي الاول هو بيحصل ايه في المواد جيدة التوصيل للحرارة لما مادة جيدة التوصيل للحرارة بتكتسب كمية حرارة أو بتكتسب طاقة حرارية بيحصل لها ايه؟ قال بيحصل لها تمدد يعني ايه تمدد؟ يعني بتزداد في الحجم والطول يبقى المادة جيدة التوصيل للحرارة عندما تكتسب طاقة حرارية يزداد حجمها وطولها طب زيادة الحجم والطول ده بسميه ايه؟ بسميه تمدد حيجمها بيزيد وطولها بيزيد طيب استفدنا من كده بإيه بقى لما أنا عرفت المعلومة دي بصوا بقى معي على الصور أنا عندي هنا ده قضيب من قطبان السكك الحديدي ده قضيب من قطبان السكك الحديدي القضيب ده ما بيبقاش قطعة واحدة سنة ستة لا زي ما احنا شايفين في الصورة قطع حديد جنب بعضها بيوجد بينها فواصل زي ما احنا شايفين بيوجد فواصل بين قطع قطبان السكك الحديدي ليه دالي قال لان في فاصل الصيف القطبان ده موجود في الشارع ففي فاصل الصيف بتبقى درجة الحرارة مرتفعة والشمس بتبقى درجة حرارتها جديدة فبالتالي بتسخن قطعة الحديد يعني الحديد بيكتسب طاقة حرارية طب الحديد لما يكتسب طاقة حرارية حيزداد طول وحجم يعني حيتمدد فبنسيب المسافة دي لكي تسمح بتمدد الحديد خلالها فلا يحدث انحناء ووقوع حوادث أثناء فاصل الصيف تاني تاني يبقى تترك مسافات بين قطبان السكك الحديدية علل هقوله لان أثناء فاصل الصيف بتكون درجة الحرارة مرتفعة فقطبان الحديد تكتسب طاقة حرارية قطبان الحديد لما تكتسب طاقة حرارية هيحصلها ايه تتمدد فهذه الفراغات أو هذه الفجوات أو هذه الفواصل بتعطي فرصة للقطبان في التمدد من خلالها لو ما فيش الفواصل دي هيحصل انحناء في القطبان وتسقط ايه او تحدث الحوادث تمام طيب ده سؤال طب عملنا ايه تاني لما عرفنا ان انا المعادل عندي بتتمدد بالحرارة قال لي عند تعصر فتح غطاء زجاجة او عبوة معدنية بيتم وضعها تحت الماء الساخر تاني يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك لو عندك علبة مربة علبة صلصة ازازة اي حاجة في البيت غطاءها معدني من المعدن وانت عايز تفتحها ومش عارف تفتحها هتعمل ايه بقى؟ هتروح تضع العبوة دي تحت الماء الساخر الغطاء طبعا مش العبوة كلها يعني هتضع الغطاء كده تحت الماء الساخر تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تفتحها هتلاقي نفسك فتحتها بكل سهولة طب ايه اللي حصل؟ لان العبوة الغطاء هنا ده معدن واحنا اتفعنا ان المعادل عندما تكتسب طاقة حرارية بيحصل لها ايه؟ بتزداد في الحجم بتتمدد بتوسع يعني الاناء ده حيتمدد هتقدر حضرتك تفتحه بسهولة من على العبوة بتاعته تمام؟ طيب دي كانت تطبيقات الحياتية على المواد جهدة في التوصيل للحرارة طيب عملنا ايه كمان؟ ودي الجزء مهم جدا وبييجي كمان في سؤال فعالي تترك مسافات بين اجزاء الكباري اثناء انشاءها اللي بيجي بيعمل الكبري اثناء البناء بتاعه بيارضوا نفس الفكرة بيترك مسافات بين اجزاء الكبري المصنوعة من المعدل ليه؟ نفس الكلام لان المعادل الكبري ده موجود في الشرح يعني معرض للشمس طول النهار في الصيف ودرجة الحرارة بتبقى مرتفعة فالاجزاء الكبري هتعمل ايه؟ هتكتسب طاقة حرارية فحتتمدد طب تتمدد بقى تنحني ويحصل حوادث؟ لا بتترك مسافات لكي تسمح بتمدد اجزاء الكبري المعرضة للطاقة الحرارية القادمة من الشمس حتى ليه بقى؟ علشان نتفادى الحوادث خلاص يبقى دي كده الطاقة الحرارية وشفنا تعرفها وعرفنا درجة الحرارة عرفنا المواد جيدة التوصيل الحرارة والمواد رديدة التوصيل الحرارة وتطبيقات الحياتية عليها يعني استفدنا منها ايه؟ ونركز عليها جدا عشان بتيجي اسئلة فعلي لحد هنا وقتنا خلص سنة ستة نكمل مع بعض ان شاء الله المرة الجاية أولوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته